بسم الله الرحمن الرحيم قال العلمة صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته مما يستفاد من الآية أولا الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون ذلك لغيرهم ثانيا بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته اشتركوا في القناة